موسيقى ضمن فعاليات عدة تنظم مدرسة ابن سينا حلقات للكتابة الإبداعية التي تمكن الطالب من التعبير عن أفكاره ومشاعره من خلال الكتابة وتقوم المدرسة في نشر هذه الكتابات من خلال مجلة الجنة هدف الحلقة هي نطور ونسكل مواهب الطلاب اللي هنا عندهم مواهب في الكتابة نشتغل مهنة على مدى عام كامل لإيماننا بالذكاءات المتعددة والمواهب المختلفة إذا تصفحنا مجلة الجنة منلاحظ أن الطلاب بطرحوا قضايا اللي انكشفوا من خلال برامج المدرسة ومشاريع المدرسة عليها مثل قضايا الجندرية، التداخل الاجتماعي، التعايش ومجتمع متعدد الحضارات وإحنا عم نصل لأهدافنا في المدرسة في مهارات التفكير العليا للطلاب من خلال هاي المجلة، من خلال الكتابة الإبداعية فالطلاب بعبروا عن مواقفهم وبأخذوا المواقف النقضية لقضايا شائكة في المجتمع ومن خلال حلقة الكتابة الإبداعية عبرت الطالبة ولا أمروات عن تجربتها كطالبة محجبة في لقاء مع المجتمع اليهودي ترحت في البداية قضية التعايش، اللي هي برنامج أو مشروع موجود في مدرستنا كان له وقع بحياتي، كان بالبداية عندي خوف وتردد كتير كبير بس بعد سنة من هذا البرنامج، انكسر حاجز الخوف الموجود عندي العززة ثقتي بنفسي، وزادت الثروة اللغوية بالعبرانة سنو نعرف نحكي أكثر بطلاقة معرفتي وانكشافي على قصتها، اللي هي روايتها الموجودة عندها وزع كثير من أفاق، لكن حافظ على هويتها تجدر الإشارة أن الكتابة الإبداعية من شأنها أن تسكل وتعز شخصية الطالب إذ أنها تتيح له منصة للتعبير عن الرأي اشتركوا في القناة